طريقك مسدود، مفقود، منتهك، غائب عن وجود، عن أم وأب، عن عائلة، عن وطن تلك مصيبة والمصائب في العراق تتسابق لتعلن كل واحدة أنها الأكثر انتشارا وخرابا وفي اليوم العالمي للمفقودين لن يدهشك الرقم الصادم الذي أعلنته هومن رايتس وواتش عن أن أكثر من ربع مليون عراقي لا يعرف ذويهم مصيرهم ولم تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا حيل مصيبة يموت فيها ذوي المغيبين ألف ميتة في اليوم فمصير أبنائهم غير معروف هل هم ميتون أم أحياء هل هم بخير أم لا يقول الصليب الأحمر الدولي أن العراق هو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم مئات الألاف من المفقودين تركوا خلفهم عائلة تعيش في حالة من عدم اليقين وهي في صراع بين الأمل واليأس بانتظار سماع أخبار عن مصير أحبائها وقد يطول الأمر في بعض الأحيان لعقود أما الرقم الخيالي فتذهب دراسات مؤكدة بأذلة في أوساط غربية من لجان حقوق الإنسان إلى تأكيد إثارة النزعة الطائفية التي تقودها فصائل موالية لإيران عمدت باستغلال الحرب على الإرهاب برفع أعداد المفقودين الخارجية الأمريكية نشرت تقريرا مفصلا عن ممارسات حقوق الإنسان في العراق حيث أورد التقرير أن هناك عمليات قتل غير قانونية أو تعصفية بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة ووجود حالات اختفاء قصري لمواطنين وتوجهها نحو التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة وأن ظروف السجن أيضا قاسية ومهددة للحياة